أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة الباسلة في مواجهة الإرهاب تأخذ مكانها الطبيعي على حائط الشرف وخلال كلمته في احتفالية الذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة أضاف الرئيس السيسي أن الذكرى تأتي في وقت محوري تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة وتواجه فيه مصر واقعا إقليميا خطيرا نحتفل اليوم الذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة ذلك اليوم الجليل الذي وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة يضافع عن قرامة عزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952 ويقدم حياتهم سمنا غاليا من أجل كبرياء مصر الوطني إدراكا منهم أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسمو فوقها غاية أن ما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاما تحول لطاقة تحدي تسري في قلب هذا الوطن بتعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله وكما كانت تضحيات أبناء الشرطة في الإسماعيلية محركا لدوافع الكرامة الوطنية فإن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة ومن جميع أبناء الشعب المصري في مواجهة الإرهاب خلال الأعوام الأخيرة تأخذ مكانها المستحق على حائط الشرف شرف الوطن وبطولاته في هذه تضحيات نقدرها ونقول لها ونتحمل جميعا مسؤولية كبرى بأن نقابل كرم الشهداء بكرم تضحياتهم بتضحية وأن نحقق حلمهم بمصر عزيزة وكريمة إلى واقع وحقيقة لأبنائنا وأحفادنا جيلا بعد جيل